بين الموت وحقيقة الإنسان مثل ما تأملنا بتأملات سابقة في علاقة كتير وطيدة الموت هو الحقيقة الوحيدة يلي ممكن الإنسان يأكدها من أول لحظة بيجي فيها على الوجود وغير هذه الحقيقة ما في شيء أكيد بحياة الإنسان أول ما يجي الإنسان عالدني ويصرخ الصرخل بتعبي رواياه أكسجين بتقول رح تجي اللحظة اللي الروايا رح تفضى فيها نهائياً من الأكسجين وينتهي كل شيء البداية ما حدا بيكون ناطرة بتجي النهاية منكون ناطرينا ومنصير نتمنى إنه ما تجي بس رح تجي ولمن بتجي هالنهاية منقول كل شيء رح وكأنه هالكذا سنة اللي عشتها عشتها على الفاضي وراحت تحت الطراب بأول هالصيام ذكرتنا الكنيسة إنه نحن طراب وبنرجع للطراب ويسوع يلي إجا تيكون مع الإنسان إجا تيكون مع الإنسان بكل حقيقته بما فيها حقيقة نهايته يعني حقيقة موته يلي هي الحقيقة الوحيدة الأكيدة يسوع ما كان غريب عن موت الإنسان يسوع عرف الموت مثل ما الإنسان بيعرف الموت وصرخ من ألم الموت مثل ما الإنسان بيصرخ من ألم الموت أبعد عني هذه الكأس إلهي إلهي لماذا تركتني هونيك بعمق مأساتك الإنسانية يلي بتقطع كل رشا كل أمل يلي بتخطك إنسان بينحكى عنك كإنسان مرقت على هالدني وما بقى ينحقك عنك كإنسان عم بيمرق هونيك يسوع لقاك ويسوع بدخوله بموتك عم بيقلك أنا معك إلى منتهى الدهر حتى بعمق أبرك بعتمة أبرك أنا معك أنا معك لكن الحياة اللي ما بتموت يلي هي حياة الله زرعها بموتك وهي الحياة اللي ما بتموت صارت قيامتك أنت إلى حياة لا تموت إلى حياة ليس فيها أثر لموت ولا لوجع ولا لدموع فأنا وإياك بدنا نتأمل بهال السر العظيم سر الموت ونحاول بهالكم حلقة المقبلين نفوت بعمق هالسر شو يعني الموت وأي حياة بيعطينا يسوع وشو الغاية من الموت وشو الغاية من الحياة والله معكم ما بطwiek سر العظيم موسيقى شكرا